انيس كيف ترى المقابلة متى ترجي غيري تونسي سنة خاصة الميركات و متى ترجي كان موجه لتقوية البنك بخلاف البلاي اللي قاعد يلعب تقريبا نجمو نسميو بشي قوي به البنك الفريق نتصورش نتصور انو عم ناول في وقت ما جمور الاسبيرانس كان فرحان برشا قال فنيا انت عربية البطال نو؟ ستانيك سبلوار زلتها ذيكو مخسرنيش وعملنو كانو ساتسفيه نوعا ما اليانا الحقيقة معا وضط لكن الموسم هذي فرصة اخرى تتاح كاردوز اليانا كل يوم ما عادش عندك الحق بيش تغلط انا منكن سنة محكيتش فني لانو عندي شوي التزامات محكيت شوي على الجامعيات وخاصة المركات بتاع الاسبيرانس كل شي تعمل وفكر كاردوزو نزل ينقص شوي اليانو ديما نتذكر الاسبيرانس وقت اللي لعبنا لعب كنت الاسبيرانس مع ستات تونيزيان عندي شوي تغلط العام اللي لعبتو ضد الاسبيرانس الحقيقة الاسبيرانس كانت تخنقايا كانت تخنقك انا نذكر ماتش في المنزة بلحق الارمادالي موجودة لقدام كاريم وقت اللي يجيت بش نطلع بش نجيخ الكوره ونطلع نغذيرها سعضة تاهمانو الى الثلاثين وخمس وثلاثين إلىـ الاربعين دقيقا ينشوف انه مخنوف مخنوف يعني جي تطع تشوفها ساعدة متجمش متجمش تفوت النوع الماء حتى اللي كان الريتم اللي يحطوه لكله انا قاعد بيت في الاسبرانس لحقيقة اسكو الكاليتات جود معانت افكار المدربين تبدت اسكو الاسبرانس تحب تلعب هكا لانو مش مش لعب اسبرانس وقت اللي انا نجي نوفر لك افكتيف كبير اول ناس تقوم بالدور الدفاعي بشتفك الكورة قدام هما لزاتاكان الموية اللي عندك انتي كريم موجودين ولا مش موجودين موجودين يعني سناء كردوزو الحقيقة او ماتش السومال هذي موش ري فرنس ولي ماتش الكل مو مش ري فرنس خلنا حكيوه من الانكار القدام مانيش نحط فيه ضغط لكن حقيقة وقت اللي تصرفيز مقتلق خطر عندك اهدف حتى المجموعات ليه ليه نحكي وانكار ليه الهدف كبير انتي كتجي تشوف انتي عامل مركاتو كبير بالوسوام هذيه بالكاليتين مثال الملعبية بالشي اللي صار ما نصورش تقولي انتي دول المجموعات ليه نحكيوه عن الانكار دومي الانكار دومي باش ندخل في الجديات باش ندخل باش نبنكتشف المدربة ذا شنية فكره الهجومي لانه الحقيقة عمناه ما ما تتعنيش عن مستوى الهجومي حتى في تغييراته الزوز مقابلت لغانين شوف نتالجه هجوم شوف انا قط لك اوكي موامش ري فرنس شوف اسلام ان يتنصبوا الكار لعله تحقيقة تتوى سيري ذا انتي تتوى جمهور الاسبيرانس كي تسهلوا ديماليجيب دكتف انتاحهم فينال تيتر تشامبيونز ليك خلينا قدموا شوية مع تمره صحيح يمشيوا بار با لكن الاسبيرانس بالليموية اللي موجودين مثلا مش عليش ميش نحط في الضغط عندك ولا ما عندك شريكورة ميش ازهر تحذر ولا ما تحذرش باش تمشي بعيد الاسبيرانس اليوم بالرمداء الهجومي اللي موجودة لكن يزن توظيف الملعبية هذوما مهم جدا يعنك اليوم مثال نيكزامبل نعتيه كان توا من نجيب ونحكم على كردوزو توا الوقت حاضر هابش قولك عليش خطر انتي قلت هذوما مهمش مقياس هابش قولك عليش هابش قولك عليش شو قوله انا سمحني ومش قردك تتكلم عمال تمشي الشامبيونات متاع تونس ونوصله دوري المجموعات وقت هتوصل الكارل لفينال ودهم يفينال وهذا حق من حق سيبورتاريتي هذا المطلوب هذا المطلوب صحيح لكن ما نحكموش مسبقا لأ شوف شوف ش قتلك انا لعله اللي مور تتطور شوف سيريزاج قتلك انا فهم كلام انا قتلك راو بمرون الماتشويت اللي كيب بششد بعضها ونهم متدبين بش ياخذوا اكثر ماتشويت في ساقيهم وبش تلحم لكيب وكل شي يعني من لنكار بشرة والريتم ويزم تقيم التراجي وقتها لكن مهم جدا وقت اللي تجيب انتي منعبي بش توظفه نجم جيب منعبي كاليبر ومتعرش توظفه نجم يتعدل منعبي ذينا لانك اليوم وقت اللي تجيب مكوينة انتي شي يلعب مكوينة اني ليه ما تنجمش تتفلسف تحطوه لي تحت لتاكن ولا تحطوه روليور واضحة العملية يعني انتي الهناه دور مدرب توظيف المنعبية وجود خطط هجومية اكثر خطر لانك الاسبرانس اليوم باش يتبعوك لزاد فرسير باش تولي عندك خطة معاين اكيد في ماتش باش يسكروا عليك لازم يقول لكل لازم تلقى حلول لهنا دور كاردوزو في كل مباراة تكون نوعا ما سهلة على الورق انه غير الخطط الهجومية بتاعه يحاول يستعمل لرب علي قدامك السوال لكل وار اللي موجودين بلاي لساس اللي بش يلعبوا اللي موجودين ولا تاكن الحاجة اللي تنقص هم يزوم يقوموا بالدور الدفاعي اولا لازم يتفك الكرة القدام ويطلع البلاك لانو التراجي لزاد فرسير اللي عبوا ضده الكل الكريم يلقى وراحتهم في تدوير الكرة مالديفونس لزاكسيو يبدوا مرتاحين مثل ماشا كالبريسين جاني قتلك انا قتلك روو الاسبرانس لبوك روكتع لك كالاسبرانس تتخنق رو لزاريير اوتوماتيك موتر قداما قداما تعرف شا عمل جاردين يدجاجي ما تخرش كوركين بدجاج ما هذي الحقيقة موجود في التراجي كالسيطرة متاع الوكالبريسين كونك تطع القدام وتضغطه والضغط يولد اخطاء والاخطاء تولد هداف هذي اللي ينقص التراجي انا منيش النقص مقيمة كاردوزو لكن نستنى كاردوزو في وسط هالرما دالي موجودة كيفيش بش يتم استعمال ليه في كتف اللي عنده اما كيفي بقال سيري ذارة ومزل بك ذي تبا باش نحكم وشوف ناشي اخت كما قلت انتي اختي بلات حقيقية اذا باش تقيم تو انتي البطولة متاع تونس ممكن الموسم هذي بشيكون اصعب على التراجي لانه الحقيقة الفراخ الاخرين جاهزوا انفسهم خاصة النادي الافريقي اللي بشيكون كونكورون لسبيرانس اه سفيقس نيطوال حتى كان كذا وستات تونيزيان اللي نشوفها هنا الحقيقة حتى في ظل مستير مستير زيادة كيف كيف تحس ثم تشويق بشيصير عام باي وذي المصلحة الاسبيرانس ومصلحة الجامعيات ان شاء الله يلمروا لارب على الكوبدافريك يتلعوا نساق بشي القاوروحهم في دولة المجموعات لكن شو قول انا واضح حتى راجل كتفرج فيها ماتش اثنين تعرف كاردوزو كيفاش يخم انا كادفرسير ومثلا المدرب نعرف كاردوزو كيفاش نجم 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 نوقف كاردوزو يا ماندراك نحكيو على الاهلي سانداوس يعني الانها كاردوزو يجب ان يستغل المباراية هذوما بشيطبق عديد الخطط الهجومي ويعطي فرصة للمنعبية لانه عام ناوي يدور فيه 12-13 من نعبي اسنين يجب ان تعمل القايمة تكون اكثر الارجية وتعطي اكثر فرص 16-17 من نعبي بشيط الاسبيرانس وقت اللي يغيب عنصر تلقى البديل امتاعه باي وفيه وقت اللاج